اليوم يعود الحديث من جديد على قضية الإصلاحات وأن السيد الكاظمي قدم رؤية أسماها بالورقة البيضاء في سبيل أن تكون مدخلاً كما يقولون في اجتماع مجلس الوزراء اليوم من ناطق الرسمي مدخلاً لتصحيح سياسات اقتصادية ومالية وسياسية كانت مبنية على أخطاء كثيرة ومن المفروض أنه الآن القوى السياسية تتوحد باتجاه أي إصلاح ممكن أن يصير لأنها في كل تاريخ خلال 17-18 سنة لم تكن هناك إصلاحات حقيقية أو رغبة حقيقية بالإصلاح لأنه الولد يشتغلون وكأنه آنش علي ذيك الكتلة الأكبر هذا مو مرشحنا ذاك مرشح فلان وهاي القصص القصص مأساوية في تواريخنا ونكاد أن نحفظها عن ظهر قلب ومتعبة وإحنا في كل أزمنتنا سوالفنا تعبانة وصعبة نتذكر مال هاي السنة ونذكر مال ذيك السنة ما شفنا بحياتنا فرحة حقيقية كل أمر نعوز وقبل أكو سالفة بذاك النظام واحد كتبوا عليه إجاوا الولد أخذوه تحقيق طاب طيب انعدم الولد جابوه بالجنازة وسلموه المرته خائن أبو الأمين والمخابرات والرفيق مالة الحزيب قالوا للمرتج هاتش هذا رزليش طينا فلوس الطلقات ما عديمه قال لها ما يجيو فلوس طلقات حصار والدنيا موزينة طبت على هذا البيت ردت معتهم راحت الذاك البيت معتهم أجدت لهذا البيت معتهم قالت لها رفيقي ما عدي أنا رفيقي عبد الرضا ما عدي منين يجيب أنا قالها ما يصير هاي تعليمات القيادة والحزيب ولازم الدفعين قالت لها أخوية كان خدكتو من يجيب لك فلوس الطلقات آخر هس سالفت الكاظم يردون مننا صلاحات والكاظمي ما عدي فلوس لا يرضون يعاونونه وخانقينه خانك زين لا نتفق على رؤية للحل ولا أنت تقدر تقدم رؤية على الحل ولا تقبل بقدم رؤية على الحل تسايا مو حقا من قالت لرافيقي ليس ما خنكتو ولذلك الضبابية بهذا المستوى لا تخلق دولة ولا تخلق منهج ولا رؤية تتفق عليها القوى السياسية